وعرفنا توحيد الأسماء والصفات هو إفراد الله سبحانه وتعالى بما سمى ووصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم إذن الأسماء والصفات توقيفية وتوقف فيها على ما ورد في الكتاب والسنة ولا نتجاوز القرآن والحديث كما ورد عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى من غير تحريف من غير تحريف ينحرف بها عما يجب فيها والتحريف إما تحريف في اللفظ أو تحريف في المعنى إما أن يحرف في الألفاظ أو يحرف فيه في المعاني في اللفظ يقول في الغالب هذا ما يقع إلا من جاه بدل أن يقول الحمد لله رب العالمين يقول الحمد لله مثلا طيب وتحريف في المعنى تحريف في المعنى يقول استوى بمعنى استولى راجع إلى من إلى الأخطى إلى أهل الكفر والضلال نعم وأنكر عن الله سبحانه وتعالى صفة الاستواء من غير تحريف ولا تعطيل تعطيل التخلى والترق يعطل إما تعطيل كل كتعطيل الجهمية ينكر كل الصفات أو تعطيل جزء كتعطيل الأشاعر من غير تحريف ولا تعطيل غير تكييف تكييف يسأل عنه بكيف والتكييف محرم سواء كان باللسان تعبيرا أو بالبنان تحريرا أو بالقلب تقديرا مثاله الشيخ أبو عبد الله أبو سلطان اشترى سيارة بورش 2016 فهذا يقول كيف هذه السيارة هذا سؤال عن الكيفية فهذا قال السيارة على صفة كذا وكذا وكذا هذا تكييف بماذا باللسان هذا لم يفهم رسم له السيارة في ورقة هذا تكييف بالبنان لم يفهم قال رأيت سيارة فلان قال نعم قال مثل سيارة فلان تراها الآن قال هذه السيارة مثل هذا تمثيل مفهوم طيب لا بالقلب بالقلب تقديرا الأخين هذا التمثيل سيأتي معنا بالقلب تقديرا مجرد ما قلت لديه سيارة بورش وقع في قلب هذا الشكل للسيارة صح لون أحمر لعله نعم طيب هذا كل ما خطر ببالك فالله سبحانه وتعالى على خلاف ذلك يعني ليس على خلاف ما تعتقد لا ما يمكن أن ندرك الكيفية مفهوم طيب لأنه ليس كمثلي شيء والقول بالكيفية والله كذب وافتراء على الله لأننا لم نرى الله ولم يخبرنا الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام وليس له مثيل والتمثيل أن يذكر له مثيل مفهوم نعم